السلام عليكم مرحبا بكم من جديد متتبع قناة مجا وصفة كنت مني ان شاء الله تكونوا كلكم بخير في اطار تحضير حلويات العيد اليوم ان شاء الله هذي نقترح عليكم واحدة الحلوة لبسيطة جدا وكتجيب بنينة بزفزف على قد البسطة دياله على قد البنة اللي فيها تلبية طلب بعض الاخوات اللي بغاوا حلويات بدون فرن وميكونش فيهم القوام بزفف فهدي انسب وحدا كيفي غدي تشوفوا معي القوام دياله بسيط جدا والبنة دياله خطيرة كتجيبنينة بزف البنة بالنسبة لتزين فانا شكلت هكذا تزين يعني شوية شوية من الحاجة ثم لكم الاختيار يمكن تزينو كيفاش ما بغيتو او تزينو بواحد الحاجة اللي متواجدة عندكم فكانت مني ان شاء الله تجربوا الوصفة اليوم وتنال اعجاب ديالكم اذا عجبتكم ما تبخلوش عليها بجام تعليق ومشاركة الوصفة مع الاهل والاحباب باش تعم الفائدة واشتركوا معنا في القناة اذا كنتو تزورونا الاول مرة باش توصلوا معنا دائما بالجديد بالنسبة للمكونات هاد الحلوه هدي كيف كتشوفو عندي هنا واحد العلبات البيسكويت هادا اللي معروف عندنا في الشامل هنا عندي ميتين قرم يعني واحد العلبة اللي كتكون هكذا طويلة اه ينكي جي فيها تقريبا نوح ميتين وستاشر قرم غدي نحتاج معها مياد قرم ديال اللوز اللي غدي نحمره في الفرن هكذا بالقشور دياله ما غدي نقشره ما غنسلقه ما غنقليه ما حتى حاجة بالنسبة للمكونات 200 جرم اللوز 100 جرم غدي نحتاج معهم شوية نسلي وغدي نحتاج للمكونات زياد هكذا اللي خليطة تدابت مزيان غدي نحتاج منا تقريبا جوش معالق عاد غدي ندوبهم جوش معالق يعني مش دايبين زبدة عاد غدي ندوبهم فبالنسبة للبسكويت كيف كتشوفو انا طحنتو طحنتو مزيان وبالنسبة لللمكونات مبعد ما حمرتو في الفرن غير هرمشته ما طحنتوش مزيان هكذا باش كتجينا الحلوة ديالنا الطيبات ديال اللوز كيجي باين فيها وكيجي الحباس ديال اللوز كيترتقو مبين سنينات بالنسبة اللوزة البنات بغيتو تسلقوه تفسخوه وتقليوه لكم الاختيار انا كنفضر هالطليقة هدي حتش كتجيني سهلة وانا وعدتكم دائما نجيب لكم غز سهل البسكويت البسيط والاقتصادي طبعا واكيد البنة اللي ما كنتخلوش عاليها فهنا غادي نخلط البسكويت مع اللوز صافي وغادي نجمعو بهادك جوجت مع علاقة الزبدة بالنسبة للزبدة اللي بنات كان عاود نذكركم تاخدو جوجت مع علاقة الزبدة هكذا ماشيم دوبين يعني عمرين وعدك دوبهم اوعد تخليوهم هكذا يرجعو بغنوازد اسمحوا لي وغادي نبدأ نضيف نستلي شوية بشوية ما بيتوش تستعملوا الزبدة تستعملوا غين نستلي لكم الاختيار ولكن هاد بغنوازد هدي صراحة كتعطي له هاد الحشوة هدي او هاد الحلوة كتعطيها واحد البنة خطيرة واحدة الرائحة اللي كتكون طلع هكذا هاد الزبدة هادي هاكذا اه بني نايا كتبنن اي حاجة صبح الله العادي مصافي غادي نبقى نجمع الخليط ديالي وانا كان زيت نستلي شوية بشوية حتى نحصل لوحة العجينة هكذا اللي كتتجمع بين يدي هكذا باش نقدر نكوره او نشكلها هكذا بين بين يدي غادي نوريكم بالضبط هاد الكيميا هادي شح لتخلي فيها نستلي بنسبة اللوز بغيتو البنات تضعفوا الكيميا تستعملوا 200 جرام اللوز تستعملوا جوجة العلب ديالبيسكوي ودائما خدوا كيميا ديال اللوز تكون اه او كيميا ديالبيسكوي تكون مضاعفة واحد المرة على على البيسكوي يعني او جوجة مرة يعني تكون جوجة مرة اللوز فكيف كتشوفونا استعملت هنا النص الصغير ده هاد العلبة هادي ما استعملت فيها قد ما هيك تزيد تتلق وتتعلك مع بعض ديالتها سوفي مبعد غادي مدا نشكل منها هكذا كويرات اللي غادي يكونوا الحجم ديالهم توسطين ماشي صغيرين بالسب وفي نفس الوقت ماشي اكبارين رائحة اللي طلعة منها هكذا يعني بقي مك منها هشي وهي غزالة واحد النكهال ديال ديك هاد بغنوزيت صراحة كتبنن الحلويات سوفي غادي تسامر هكذا بهاد الشكل وكتخرج ما شاء الله كتخرج واحد الكيمياء لا بأس بها اذا كانوا الكويرات كبارين فما هدي تخرج لكم شي مطبيعة الحل انا عندي الكويرات صغيرين عندي غير شوية متواجد هكذا في الضرف عملت هاد الكويرات هادو بالحجم الكويرات اللي عندي كيف غادي تشوفو معايا فغادي نستمر بهاد الشكل هادا حتى غادي نسالي العجينة ديالي كاملة وخرجت لي هاد الكيمياء هادي كيف كتشوفو سوفي غادي نحتاج الشوكولات او الشوكولاتة او الشوكولاتة اللي دوبتها هكذا في باماري او دوبوها في الميكرونت غادي نضيف عليها واحد المعلقة صغير وغادي نخلط بالنسبة بالنسبة للشوكولاتة احسن نوع البنات انا كنت استعمل هو بصراحة عمرو مكيحش مني ولكن ما جبرتوش يعني جبرت غير هادا جيبتو عدبني شوية من الاحسن الحلويات دائما اعملوا هكذا الانواع ديال الشوكولات اللي كتكن نوعي جيد بالنسبة للزين فانا استعملت كيف شفتو هاد الحبوب حبيبيت الصغير ديال الحلوة استعملت الزنجلن واستعملت الوز ايفيلي وغادي نستعمل حتى واحد شوية هكذا الشوكولة هكذا اللي بشار تغير بيدي او بلمس غادي نزين بها تاخدوا هكذا واحد طرف ديال الشوكولة تبرشوه او لا تحكوه في الحق كالغليطة دماطيشة وتزينوا بهذا ما كان شي متوجد عندكم حتى حاجة بسافيران بدن فنة الحلوات ديالي هكذا في الشوكولة وننزلوا وغير تنزلهم البنات تزينوا يعني تعملوا جوش تلاتة زينهم قبل ما تبرد معاكم الشوكولة لان اذا بردس ما كيبغيش يلزق يلسق الاشياء اللي كنزينوا بها ما كتبغيش يتلسق او يكون معاكم شي واحد اللي توما كتفندو هكذا في الشوكولة وهو كيزين لكم الحلوات ديالكم من الاحسن تزينوهم وشوكولة باقة هكذا سخونة كتكون باقة كتلسق باش كتلسق فيها كيلسق فيها التزين سوفي غادي نستمر بهذا الشكل هادا وما تنزين شوكولة ديالي كيف باشياء اللي متواجدة عندي ما كانوش هاد الاشياء كنعاود انذكركم واحد الطرف ديال الشوكولة اللي تبشرها في الحكة كالغلية تضماطيشة او لاغيب السكين هكذا تبشره وتزينو به سوفي ما كتاخد شي شي وقت وكتجيبني نبس زف زف كتجي لدي ده هاد الحشوة هادي او هاد الحلوة هادا الشكل دياله كيف كتشوفو هادو اللي بالسنجلان هادو باللوز ايفيلي وهادو بهاد الخبيبات او هاد اللي بيبي تتيتوين هكذا دياله ديال الحليوة وهادي اه شكورة اللي بشرطها هكذا في الحكاكة وتزين لكم الاختيار كل لوحدة تزين كيفاش بغات الحلوية تتياله بالاشياء المتواجد ما صعبوش على الرسمة دائما الجود بالموجود كيف كان قول لكم بغيتو تتصغنوا على الزبدة او بغنوات زيت ممكن تتصغنوا عليها وصراحة كتجي غزال هاد الحلوة هادي وتشكل دياله كيجي اجميل غير اللي عدبني هو شوكولة الصراحة اللي خرج اللي ماشي مزين فدائما نخدو النوع الجيد باش الحلوة ديالكم كتجي بنينا كيعطي حتلب النوع هادا الشكل دياله من داخل كيف كتشوفو كيفاش كتجي كتجي مع الكاوم نسمة بالبغنوازت فن كتجي فكنتمنى ان شاء الله تجربو الوصفة اليوم واتنال اعجاب ديالكم اميدا عجبتكم ما تبخلوش الياب جام تعليق ومشاركة الوصفة مع الاهل والاحباب باشتعوهم من فائدة وانا هنا كنقول لكم كيف تموت صح ورحو الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله